حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها من المواقع المحلية عدن الغد من تمسي أعلام الوحدة إلى تمسي أعلام الانفصال هل تغيرت عدن؟ ومن العرب الجديد الحوثيون يمنعون توزيع المكملات الغذائية للأطفال والنساء في صنعاء ومن أخبارنا المنوعة الشرطة الأمريكية تناشد المجرمين تأجيل جرائم يمحط تنتهاء موجة الحر مرحبا بكم تشهد مدينة عدن حرب شعارات بين مكونات حراكية مختلفة يدأب ناشطوها منذ أشهر على رسم شعارات كل حركة سياسية بجدران المدينة التي تشهد أكبر صراعة سياسية حول المنطقة وعنونا موقع عدن الغد عدن من تمسي أعلام الوحدة إلى تمسي أعلام الانفصال هل تغير المزاج العام؟ وعفقا لموقع عدن الغد فقبل أعوام كانت المعركة السياسية تدور بين الحكومة المركزية وفصائل من الحراك الجنوبي التي طالبت باستقلال الجنوب عن الشمال ظلت جدران المدينة وسارياتها ساحة للصراع بين عالم الوحدة والانفصال قبل أن تدفع الحرب الأخيرة بمتغيرات كثيرة تسببت بتراجع حضور الدولة وبروز النزعة المطالبة باستقلال الجنوب إلى الواجهة وبعد أربع سنوات على الحرب تشهد نفس الجدران معركة سياسية مغايرة بين فصائل حراكية مختلفة ومؤخرا بات كل طرف من الأطراف السياسية يقوم بتمسي الأعلام والشعارات الخاصة بالتيار السياسي الآخر في المدينة القديمة كريتر بات المشهد مألوفا أن يرى الناس رساما وهو يقوم برسم عدد من الشعارات والأعلام قبل أن تظهر هذه الرسومات وهي مطموصة عاقب عدة أيام لا أكثر وربما تعكس هذه التصرفات صراعا سياسيا متصاعدا داخل أرويقة الكيانات السياسية التي تطالب بانفصال الجنوب عن الشمال وإلى حد كبير ربما تعكس هذه الصراعات تغيرا في المزاج الشعبي العام داخل أرويقة هذه الكيانات قال مصدر مسؤول بالمؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة المؤقتة عادا نقل عنه الموقع بوست إن الخدمة ستتحسن وستعود لوضعها السابق بعد أن وصلت شحنة مادة المازوت المشغلة لمحطة الحسوى الكهروحرارية وأضاف المصدر للموقع بوست أن الواخيرة المحملة بمادة المازوت المشغلة للمحطة الكهروحرارية دخلت مرسى ميناء الزيت في البريقة وعشر إلى أنه من المتوقع أن تصل أحمال المحطة الكهروحرارية لـ 80 ميجاوات على الأقل بعد أن انخفضت لـ 23 ميجاوات نتيجة نفاذ مادة المازوت وهو من عكس على شكل تضاعف ساعات انقطاع التيار الكهربائي وكانت المؤسسة العامة للكهرباء قد أعلنت مطلع الأسبوع الجاري عن مضاعفة ساعات انقطاع التيار الكهربائي بعد نفاذ مادة المازوت المشغلة لكبرى محطات توليد الكهرباء في عدن حيث تجاوزت ساعات انقطاع التيار 12 ساعة في اليوم الحوثيون والعبثوا بجثث خصومهم تحت هذا العنوان كتب زايد جابر مقاله المنشور في موقع المصدر أونلاين ليست هذه المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يقوم فيها الحوثيون بمثل هذه الجرائم في سحل الجثث فقد قتلوا معارضهم بطريقة وحشية ثم حاصروا جثثهم ومنعوا أهلها من أن يتسلموها لواروها الثراء منذ أن بدأوا تمردهم ضد الدولة في 2004 وأثناء الحروب الست التي زعموا وجراهم الكثير للأسف بأنهم كانوا فيها مظلومين وعلى سبيل المثال للحصر فقد ارتكبوا مثل هذه الجريمة في صعدة مع عوض مصفر شداد ورفاقه حيث كان الحوثيون قد قتلوا والده مصفر شداد عرقم الذي كان لديه مزرعة يعمل فيها ويعول أسرته بعد يومين من هذه الفاجعة في الوقت الذي كان ابن شهيد واسمه عوض يتلقى العزاء فوجأ الجميع بمسلحي الحوثي وهم يحاصرون المنزل ثم قاموا بتفجيره وهم يرددون الصرخة قتل الإبن ومن معه قتلوا جميعا وتركوا تحت الأنقاض وقد رفض الحوثيو أن يسمح لدويهم بإخراج جثثهم ودفنها لمدة شهرين كاملين في مدرية كوشر محافظة حجه في 2012 التي لم يتقبل أبناؤها فتح بلادهم لمجاهدي الحوثي كما توقعوا لقد قوامهم الأهالي بقوة فانتهى الأمر بصلح بين الطرفين أجبر الحوثيون على مغادرة كوشر الأمر الذي جعلهم يفكرون بالانتقام بأقصى صورة ممكنة فكان أن لجأوا إلى الألغام المصنوعة محليا ليزرعوها في قرى مدرية كوشر ويوزعوا الموت المجان على كل ذي نفس في المنطقة وقد تفننوا في ارتكاب جرائم القتل عن طريق الألغام وذلك بزرعها في أماكن لا تخطر على بال من لديه ذرة من ضمير إن الحوثيين وهم يعبتون بجثث خصومهم بكل هذا الحب إنما كانوا يعيدون إلى الأذهان سيرة الآئمة بعد أن أفرغت الميليشيات الحوثية المناطق الواقعة تحت سيطرتها من الإعلام المطبوع وأوقفت كل الصحف عدت تابعة لها وأغلقت القنوات الفضائية وصادرت مقراتها وأجهزتها اتجهت نحو الإذاعات المجتمعية المحلية لابتزازها ونهبها بشكل ممنهج ووفقا لصحيفات الشرق الأوسط الإذاعات اليمنية المجتمعية في مرمى الانتهاكات وعبر إعلاميون في صنعاء للشرق الأوسط عن استيائهم جراء تسخير الإذاعات التي تبث في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية لاستقطاب الشباب والمراهقين على الجبهات وبث النعرات المناطقية والسلالية وجمع التبرعات وإفراغ الإذاعات من مهامها ومسؤولياتها المجتمعية وفي حين تطلب الميليشيات من جميع الإذاعات بث إعلانات وبرامج تدعو الأهالي إلى التبرع وجمع الأموال لجهات إرهابية دولية مثل حزب الله اللبناني أو للمجهود الحربي يؤكد مدير الإنتاج في إذاعة محلية أنه يتم استدعاء ملاك الإذاعات والمسؤولين فيها وفتح تحقيقات معهم وتسليمهم قوائم لبرامج وزوامل يجب إدراجها في الخريطة البرامجية ويضيف في حال عدم الالتزام يوقف عناصر الجماعة البث ويتعرض الموظفون في الإذاعة للاعتقال والاعتداء والسجن ومصادرة أجهزة ومعدات الإذاعة وجهت السلطات الصحية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين للمراكز الطبية بأمالة العاصمة كما تقول العرب الجديد بعدم صرف المكملات الغذائية المجانية للأمهات الحوامل والمرضعات والأطفال المصابين بسوء التغذية جراء خلاف مع برنامج الأغذية العالمي مصدر طبي رفض الكشف عن اسمه قال إن التوجيه جاء على خلفية إرسال برنامج الأغذية لتلك المكملات الغذائية إلى المراكز الصحية الحكومية مباشرة دون التنسيق مع مكتب الصحة في صنعاء أضاف المصدر مخازن المراكز الصحية ممتلئة بالمكملات الغذائية وفي حال تأخر صرفها للأطفال والنساء المستهدفين يمكن تعرضها للتلف لا سيما أنها مخزنة منذ نحو شهر وأشار المصدر إلى أن مئات الأطفال والنساء يترددون بشكل يومي على المراكز الصحية من أجل استلام حصاتهم من تلك المكملات لكنهم لا يحصلون عليها ما زاد من معاناتهم نحن والتراث تحت هذا العنوان كتب الدكتور عبد العزيز المقالح مقاله الذي تنشره بالقيس ليس لأمة من الأمم ذات التاريخ الحضاري العريق ما للأمة العربية من تراث أدبي ومعرفي بما في ذلك الصين والهند وهما من أقدم الأمم وأكثر حفاظاً على تراثها الذي لا يكاد يكون شيئاً قياساً بالتراث العربي كماً ونوعاً مشكلتنا مع هذا التراث العظيم أن الأجيال الجديدة منصرفة عنه وكبيرة هي الفجوة القائمة بينه وبين هذه الأجيال التي تعتقد أو بالأصح تتوهم أن المنتج الحضاري الراهن يكفي للبناء عليه غير مدركة أنه من الصعب أن تقوم الأمم على رجل واحدة إن تراثنا العظيم هو ملك أمتنا أمانة في أعناق الأجيال والتساهل في شأنه يزيد من حالة الإتراب والتفاكك الذي تعاني منه الأمة في حاضرها الذي لا يسر إنساناً ويبقى الأمل في جهد أساتذة الجامعة وطلابهم المتميزين الذين يحرصون على كل جزء من تراث الأمة العظيم ومشاهره العظام أمثال الجاحظ صاحب المدرسة الفكرية التراثية المتجددة التأثير والذي كان الدكتور طه حسين يوصي طلابه بمتابعة كل ما كتبه بوصفه من الموسوعين العرب الذين سبقوا زمنهم وكتبوا عن كل صغيرة وكبيرة واحترموا وعي الإنسان وعقله وكان هذا الأستاذ الجليل يحرص على تدريس الطلاب تاب البيان والتبيين للجاحظ وهو واحد من الكتب ذات الأهمية التراثية التي ما زال الباحثون المعاصرون يتعلمون منه كيف يجيدون استخدام لغتهم الخالية من الركاكة والضعف هذا دون أن نحتاج إلى الإشارة إلى آخرين غير الجاحظ ممن يستحقون المتابعة والاهتمام والإفادة من كل ما قدموه للغة العربية وللفكر العربي منذ بداية نشأته إلى مرحلة ازدهاره تحدثت صحيفة الاندبندنت عن مصادقة بريطانيا على صفقة بيع أسلحة للسعودية بقيمة 650 ألف مليون جنيه سترليني وعنوانة الصحيفة مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية عشرة أضعاف صفقات العام الماضي وتنقل الصحيفة عن أندرو سميث الناشط في حملة حظر بيع الأسلحة قولة إن الوضع عاد إلى الطبيعة أهبين الحكومة وشركات السلاح وإضيف سميث استمرت الحكومة بالمصادقة على صفقات بيع أسلحة بمئات الملايين من الجنيهات للسعودية فمنذ انطلاق عاصفة الحزم لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عام 2015 صدقت بريطانيا على صفقات بيع سلاح للسعودية بقيمة 5.3 مليار جنيه سترليني ويشرح كاتب التقرير الذي ترجمته البي بي سي أن ارتفاع أثيرة المصادقة على صفقات الأسلحة يعود إلى تراكم طلبات بيع السلاح والتي تم اعتمادها هذا العام ويضح الكاتب أن محكمة بريطانية وجدت أن الحكومة لم تجري أي تقييم حول ما إذا كان التحالف الذي تقود السعودية قد ارتكب جرائم تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان في حربه في اليمن أصيب رجل إرتيري بطلق ناري في معدته بعدما فتح مسلح النار عليه من سيارة في وسط ألمانيا في واقعة وصفتها الشرطة الألمانية بأنها هجوم معاد للأجانب وعنون موقع البي بي سي إطلاق نار على إرتيري في ألمانيا بسبب لون بشرته وقال المدعي العام في فرانكفورت أليكساندر بادل إن المسلح استهدف الضحية بشكل عشوائي بحث بسبب لون بشرته فيما أفاد بسؤولون أن حالة الضحية مستقرة وعثرت الشرطة على رجل يبلغ من العمر خمسة وخمسين عاما يعتقد أنه الجاني ميتا بالرصاص في رأسه داخل سيارة على بوضي سبعة كيلومترات من مكان الحادثة وتعتقد الشرطة أنه قتل نفسه كما عثرت الشرطة أيضا على مجموعة من الأسلحة في منزل الجاني وتفيد تقارير بأنه عثر على بندقيتين في سيارة الرجل وثلاثة مسدسات أخرى في منزله وأن جميعها مرخصة كما عثر على بندقية سادسة اشتراها الجاني قبل الهجوم بفترة وجيزة وعلى الرغم من أن الهجوم ينظر إليه على أنه عنصري لأن السلطات الألمانية حذرت من ربطه باليمين المتطرف وأضاف المدعي العام أنه ليس لدينا دليل في تحقيقنا الحالي على وجود صلة للحادث باليمين أو اليمين المتطرف أوروبا الحرب تهزم التعدد تحت هذا العنوان كتب حازم صاغية مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط في بريطانيا كل شيء مسموح إلا ما كان ممنوعا وفي ألمانيا كل شيء ممنوع إلا ما كان مسموحا وفي فرنسا كل شيء مسموح ولو كان ممنوعا وفي روسيا كل شيء ممنوع ولو كان مسموحا العبارة نصبت إلى تشيرشل وإلى المؤرخ البولندي كولاكوفيسكي بياع القائل لم يضع معنا القول فأوروبا باستثناء روسيا السوفياتية ثم البوتونية أوروبات وحين نشأت فكرة الوحدة احتفظت بخصائص المكونات كما أناط المشروع بشعوبها أمر اتحادها الذي لم يزعم لنفسه صفة القداسة الفرنسيون رأوه اتحاد قيم البريطانيون رأوه اتحاد سوق وفي الأحوال كافة التقت أنظمة جمهورية وملكية اتحادية ووحدوية مركزية ولا مركزية تجمعها الديمقراطية التمثيلية كنظام برلماني وتعدد حزبي ودولة قانون واستقلال للمجتمع المدني والسلطات المحلية وفضلا عن المصالح المشتركة أقام في خلفية تلك المسيرة أن أوروبا قارة الطبيعتين هي قارة الاستعمار والفتح وترتيب الشعوب على مراتب لكنها أيضا قارة التنوير الذي اخترع فكرة إنسانية الإنسان ووحدة العالم بعدما وسعهما باكتشاف أمريكا لكن في العام 1992 حين وقعت ماسترخيت كانت الحرب تعصف بالبلقان في جنوب القارة الشرقي الأمر لاحى نذيرا بأن التاريخ لم ينتهي والحرائق لا يعوزها الزيت أوروبا لم تستطع تدخل لأنها نزعت أنيابها العسكرية فيما تزال الحاجة ملحة إلى الأنياب الأمر ترك للولايات المتحدة التي وصلت متأخرة يعرف الأوروبيون الذين يواجهون أيضا أزمة اللجوء من جنوبهم وصعود الاقتصاد الصيني في شرقهم البعيد أن فزاعة بوتن حقيقية لكن العين بصيرة واليد قصيرة وإطالة اليد قد تقوي أوروبا بالمعنى الذئبية للقوة إلا أنها تكف عن رعاية التعدد وقد تفكك اتحادها ذاك أن قيم الاتحاد الليبرالي وسوقه المفتوح غير مرغوبة أمريكيا وروسيا وبدل أن تغزو القارة عالمها بالنموذج يغزوها العالم والحال هذه بسلاح واقعية مبتذلة يمثل بوتن أبرز شهودها في الأخبار المنوعة نطالع ما جاء في صحيفة القدس العربي والتي عنوانت الشرطة الأمريكية تناشد المجرمين أجلوا جرائمكم حتى انتهاء موجة الحر الشديد فقد طلبت الشرطة في ولاية أمريكية من المواطنين الذين ربما يخططون لارتكاب جرائم الانتظار حتى تنتهي موجة الحر الشديدة واتلقى نحو 93 مليون أمريكي تحذيرات وإرشادات حول موجات الحر الشديد خلال عطلة نهاية الأسبوع بما في ذلك عدة ولايات شمال شرقية البلاد وذكرت شبكة ABC News الأمريكية أن عددا من إدارات الشرطة طلبت من المجرمين المحتملين ختمة بسيطة وهي أن يوفر عليها عناء الاضطرار إلى استجابة لأنشطة إجرامية في ظل درجات الحرارة الحارقة وقالت إدارة شرطة برينتري وهي إحدى ضواحي نيو إنجلند بسبب الحرارة الشهديدة نطلب من أي شخص يفكر في القيام بأنشطة إجرامية أن يتأخر حتى الاثنين القادم وأضافت في بيان سيكون الجو ساخنا وممارسة النشاط الإجرامي في هذه الحرارة الشديدة خطير للغاية وفي الأخبار المنوعة أيضا ما جاء في جريدة الحياة اللندنية أول محاكمة في أمريكا اللاتينية في قضية سوء معاملة كلب وقالت الصحيفة إن الكلب كامبيون البطل هو ضحية سوء معاملة أول حيوان في أمريكا اللاتينية يحضر في أتناس في كوستريكا محاكمة الشخص الذي عذبه وحذر رئيس المحكمة من أنه لن يسمح بأي فوضى إلا أن كامبيون حافظ على هدوءه وغصت قاعة المحكمة بالحضور مع وجود نحو 15 صحفيا والشهود والمدعين والمتهمة ومحاميها وأفراد من السكان خصوصا نساء مسنات أتينا لدعم الضحية وفي نوفمبر 2017 كان كامبيون يبلغ ستة أشهر ويربط بحبل يغوص في جلد عنقه وكان يعاني أيضا من سوء التغذية وهزيلا تغطي البراغيث جسمه وروت رئيسة جمعية أتيناس للرفق بالحيوانات المهجورة دورا كاسترو أمام المحكمة أنها تبلغت بالأمر من أحد أشقاء صاحبة الكلب الذي أرسل لها شريط فيديو يظهر سوء معاملة الجرو وتجول في أرجاء المحكمة واجتمع بلطف ومن دون أي مشاكل مع الصحافة والمعجبين خلال فترة التوقف في جلسة المحكمة وينص القانون في كوستريكا على عقوبة بالسجن تراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات لمن يدان بتهمة سوء معاملة حيوان أسئلة الحرب الوشيكة تحت هذا الأنوان كتب عيس الشعيبي مقاله في صحيفة العرب الجديد مضيفا نحن الآن في مرحلة إسقاط الطائرات المسيرة واختطاف ناقلات وتكوين قوة بحرية لمرافقة السفن في المضائق والخلجان الأمر الذي يشي بأن خط التصعيد قد ارتقى درجة أعلى من ذي قبل ويعني أن الطلقة الأولى باتت في بيت النار وهي لن تكون أمريكية بالضرورة حتى لا يحدث مزيد من الانقسام الداخلي حول الحرب وإنما ستكون على الأرجح شرارة ميليشيا تسقط أول الأمر على قوات التحالف في العراق ثم يتسع نطاقها في هضبة الجولان أو ربما لبنان قبل أن تبلغ سنام الذروة ضد البحرية الإيرانية المتحرشة في مضيق هرمز أو بحر عمان إذا ذلك تبدو أسئلة الحرب الوشيكة أرجح وزنا وفق هذا السياق المحكوم بإكراهات لحظة توتر هائلة وبضرورات تتعلق من جهة أولى بالذود عن الكرامة الوطنية الإيرانية وبمزاعم تتصل بالأحقية والرواية المظلومية وباستباق على الفوز بمعركة الصورة فيما تتجلى على الجانب المقابل باستحقاقات الدفاع عن مصالح الدولة العظمى الوحيدة وتعزيز الهيبة الأمريكية وربما اختيار منظومات الأسلحة الحديثة في الميدان واستعراض التكنولوجيات الحربية فائقة التطور لترهيب الخصوم والأعداء والحلفاء معا وهي غايات يتحرق السقور والجنرالات ذو الأربع نجوم لتحقيقها اليوم قبل الغد تقتضي الصحفة عدم الالتفات كثيرا إلى ثرثرات دونالد ترامب اليومية المتناقضة وعدم التعويل على فرضية أن أحدا لا يريد هذه الحرب اللعينة وتصديق أن الجميع يتخوف من تبعاتها الكارثية وأن الدبلوماسية قادرة على اجتراح الحلول في الربع الساعة الأخيرة فما يجري على الأرض من تحضيرات لوجستية وما يتم حجده من قوة نوعية ضاربة قبالة استفزازات الحرس الثوري ناهكا عما يدور في غرف العمليات السرية وهو ما سيفض الالتباسات والتخمينات الرائجة ويقرر ما هي تحرب مشهدية لا رأد لها إذن في جولة المصورة لهذا اليوم نعرض مجموعة من صور متنوعة في صحيفة الديلي تيليغراف ما بين الطبيعة الخلابة ومظاهر البشر والطفولة خصوصا إلى الصور ترجمة نانسي قنقر والرسام الكاريكاتير وجهة نظرهم في قراءة الأحداث واتخاذ المواقف منها مجموعة من رسوم الكاريكاتير نستعرضها في جولتنا التالية نتعب على ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إخلاق ختام حلقة هذا اليوم شكرا على المتابعة إلى اللقاء